اعتداء مسلح تعرضت له السفارة أذريبيجان في طهران أودى بحياة رئيس جهاز الأمن بالسفارة في حين أصيب حارسان هذا الحادث الذي رفع التوتر بين البلدين لم يكن الأول من نوعه في بلد يحمل سجلا سيئا في الهجوم على البعثات الأجنبية إليك أبرزها السفارة الأمريكية في الرابع من نوفمبر عام 1979 تعرضت السفارة الأمريكية في طهران لهجوم من طلاب إيرانيين في أعقاب ما عرف بالثورة الإسلامية الإيرانية السفارة السعودية في عام 1987 هاجمت مجموعات إيرانية مقر السفارة السعودية في طهران وقامت باحتلالها واحتجزت دبلوماسيها بالداخل السفارة البريطانية اقتحام حرق عالم المملكة المتحدة كان المشهد الأبرز عام 2011 في إيران حين تعرضت السفارة البريطانية لهجوم عنيف البعثات السعودية هجوم على السفارة السعودية في طهران عام 2016 إذ اقتحم متظاهرون إيرانيون أن ذاك المبنى وسرقوا جميع محتوياته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر